بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله ولئمة الأوصياء من بعده سيما خاتمهم مولانا صاحب العصر والزمان عليه آلاف التحية والثناء اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك في تتمة الكلام حول الندبة يقول المصنف وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا من في الندل يا ذا سكون أبدا قلنا في باب الندبة التعامل مع المندوب يكون كالتعامل مع المنادة ما حكم المنادة من حيث الإعراب والبناء قلنا إذا كان المنادة مفردا معرفة يكون مبنيا على ما يرفع به وإذا كان مضافا أو شبه مضاف فحكمه النصب هذا ما قلناه سابقا في باب المنادة في باب الندبة قال المصنف ما للمنادة اجعل لمن دوب الحكم الذي للمنادة من حيث الإعراب والبناء اجعله للمنادة اجعله للمندوب فالمندوب وإن لم يكن بمنادة ليس بمنادة أنت لا تناديه وإنما تندبه ندبة ولكن حكمه كحكم المنادة إذا كان مفردا عالما معرفة قلنا بأن النكر لا يندب المبهم لا يندب اسم الإشارة اسم الموصول إلا في حالة واحدة فإذا كان المنادة مفردا معرفة يبنى يبنى على ما يرفع به وإذا كان مضافا أو شبه مضاف ينصب هذا الذي قلنا في السابق بالنسبة إلى المندوب قلنا بأنه يمكنك أن تزيد في آخره ألفا المندوب تزيد في آخره ألفا مثلا زيد إذا ندبته تقول وزيداه أو تقول مثلا من نسبة إلى المفقود الذي فقد والذي تقيم له العزاء تقول مثلا وزيداه و بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى الأولياء عندما يقام العزاء يندبون فيقال مثلا وحسيناه وعلياه وفاطمتاه هذه هي الندبة زيادة الألف زيادة الألف هذا قد تقدم والآن نقول بأنه في الوقف في حالة الوقف يعني إذا قلت مثلا وحسينا ووقفت ووقفت هنا تزيد هاء السكت بعد الألف لأنك تقف هنا وتسكت فتأتي بها السكت فتقول وحسيناه وعلياه وفاطمتاه مثلا هذه في الندبة طبعا الندبة قلنا بأنها إشارة هي إشارة إلى الحزن وإلى الظلامة الموت حق لا بد منه هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا أمر لا بد منه ولكن الظلامة هي هذه التي تجعل الإنسان يشعر بالحزن وتكون الندبة من أجل تلك الحالة إشعار الحزن أولا الفقد فقد الأحبة فقد الأولياء فقد النبي فقد عترته هذه قضية صعبة هذا من جانب ومن جانب الظلامات والظلم الذي تعرض له الأولياء تعرض له النبي فإنه قال صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت فالندبة بهذا السبب تكون أشد وأفجع فقولنا وفاطمتاه من هذا القبيل فالكلام هنا زيادة ها السكت يقول المصنف ماذا يقول وواقفا زدها أسكت يعني حال كونك واقفا في حالة الوقف عندما تقف زدها أسكت تقف أي تسكت إذا قلت وا حسين وسكت واقفا وقفت هنا تزيد ها أسكت إن ترد يعني هذا أمر جائز وإن تشاء فالمد إذا كنت تشاء وتريد فالمد يعني نفس الألف الألف تأتي بها تمدها والها لا تزيد لا تزيد الها حينئذ فهذا أمر جائز يقول الشارح أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد ها السكت بعد لحقه بعد الألف ماذا ها السكت ها السكت هذه ها السكت ها تأتي لل وقف مثلا في قوله تعالى انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يتسنه هذه الها ها السكت أو مثلا هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية مالية هذه ها ها السكت فهنا هذه الها تزاد بعد ألف الندب نحو زيداه أو وقف على الألف يعني إن شئت تأتي بهاء السكت بعد الألف وإن شئت وقفت على الألف من دون ها السكت نحو ماذا وزيدا بالألف ولا تثبت نعم هذه الها التي نتكلم عنها هاء السكت قلنا تأتي بعد ألف الندبة يقول هذه الها في الوقف في الوقف عندما تقف عندما تسكت ولكن في الوصل في وصل الكلام هل يؤتى بالها بعد الألف يقول بأن هذا مختص بالضرورة في الضرورات ضرورة الشعر ولكن في غير الضرورة لا يؤتى بها السكت يقول ولا تثبت الها في الوصل إلا ضرورة لا تأتي الها أو لا تثبت يعني لا تأتي أنت لا تأتي بها السكت في الوصل إلا ضرورة كقوله ألا يا عمر عمراه وعمر ابن الزبير ألا يا عمر عمراه عمراه هنا هذه ليست في الوقف هذه في الوصل لأنها في وسط البيت هذه في وسط البيت ليست في نهاية البيت وعمر ابن الزبير نعم هذه الها بعد كلمة الزبير هذه في نهاية الكلام نعم هذه الها لا بأس بها ولكن الها بعد كلمة عمر هذه في وسط البيت وهذه في الواقع جاءت هنا للضرورة ضرورة الشعر ألا يا عمر عمراه وعمر ابن الزبير بالنسبة إلى باب الندبة بقي شيء نتعرض إليه فيما يلي نحن كلامنا في الندبة يعني مثلا كما قلنا الندبة لزيد مثلا يقول وزيداه مثلا أو عمر وعمراه أو مثلا غلام زيد يقول وغلام زيد مثلا وغلام زيد أو مثلا وإمام الأمة وإمام الأمة مثلا إمام مضاف إلى الأمة قد يكون المضاف قد يكون المندوب مضافا إلى ياء المتكلم المندوب مضاف إلى ياء المتكلم مثلا إمامي إمامي سيدي سيدي فالمندوب هنا إمامي سيدي وإمامي مضاف إلى ياء المتكلم إمام مضاف إلى ياء المتكلم سيد مضاف إلى ياء المتكلم فكلامنا هنا نحن في السابق بالنسبة إلى المضاف إلى ياء المتكلم المنادة المنادة ذكرنا وجوها خمسة خمسة وجوه ذكرناها في المنادة المضاف إلى ياء المتكلم كما قال المصنف ماذا في كلمة عبد قال كعبدي عبدي عبدا عبدا عبدي كعبدي بحذف الياء يا عبد بحذف الياء وإبقاء الكسرة عبدي هذا الأول عبدي هذا الوجه الثاني بإثبات الياء ساكنة عبدي الوجه الثالث قلب الياء ألفا والكسرة فتحة ثم حذف الألف عبدا عبدا الوجه الرابع قلب الياء ألفا والكسرة فتحة وإبقاء الألف عبدا والوجه الخامس ابقاء يا المتكلم مفتوحة عبدية عبدية فلاحظتم فلاحظتم هذه خمسة أوجه خمسة أوجه كعبدي كعبدي عبدي 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 هذا وجهان عبدا عبدا هذان وجهان آخرا عبدية هذا الوجه الخامس هذا قد تقدم سابقا في باب المنادة المضاف إلى ياء المتكلم الآن كلامنا في الندبة هذا المضاف إلى ياء المتكلم وقع مندوبا الآن هنا وقع مندوبا ماذا نفعل هنا نعم يقول يقول بالنسبة إلى الوجوه الخمسة كان هناك وجه يثبت يبق لي ساكنة عبدي هذا الوجه الثاني من الوجوه الخمسة التي ذكرها المصنف في المثال الوجه الثاني ابقى الياء ساكنة كعبدي عبدي ابقى الياء ساكنة هذا الذي يعني هذا الوجه بناء على هذا الوجه بناء على هذه اللغة الذي يبقي الياء ساكنتان في باب الندبة له وجهان هنا يجوز الوجهان يجوز الوجهان ما هما الوجهان أن يقول ماذا أن يقول وَا إِمَامَاه وَا إِمَامَاه يعني هو يندب إمامه إمامي إمامي يأتي بألف الندبة فيقول وَا إِمَامَا هذا وجه الوجه الآخر وَا إِمَامِيَا إِمَامِيَا سَيِّدِي سَيِّدَا سَيِّدِيَا مثلا إن ورد هذا يعني من حيث القاعدة نتكلم نحن على أساس القاعدة انظر فإذن بناءً على الوجه الذي يُبقي يا المتكلم ساكنتان في باب الندبة نقول بجواز الوجهين بجواز الوجهين إما بحذف يا المتكلم والإتيان بالألف فنقول وَا إِمَامَا أو نقول وَا إِمَامِيَا بإبقاء الْيَاء وإلحاق الألف ألف الندبة بها وَا إِمَامِيَا هذا كله بناءً على الوجه الثاني يعني فيما إذا أبقينا يا المتكلم ساكنتان هذا كله بالنسبة إلى الوجه الثاني يعني فيما إذا أبقينا يا المتكلم ساكنة أما بالنسبة إلى سائر الوجوه بالنسبة إلى سائر الوجوه مثلا الوجه الذي يبقي الياء مفتوحة وقلنا هذا وجه فصيح ابقاء الياء مفتوحة كما قلنا في المثال الوجه الخامس كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا عبديا هذا الوجه الخامس بناء على الوجه الخامس ماذا نفعل في باب الندبة يعني نحن في باب النداء كنا نبقي الياء مفتوحة عبديا الآن في باب الندبة ماذا نفعل هنا وجه واحد لا يجوز وجهان وجه واحد أن نقول ماذا وعبديا وإماميا وإماميا ياء المتكلم تبقى مفتوحة ونأتي بألف الندبة بعدها فإذا بناء على اللغة إثبات الياء ساكنة ابقاء الياء ساكنة بناء على تلك اللغة قلنا كم وجها وجهان وجهان عبديا وعبدا إماميا وإماما بناء على ابقاء الياء مفتوحة الوجه الخامس قلنا بأنه المفروض في باب الندبة أن نبقي الياء مفتوحة ونأتي بألف الندبة بعدها نقول وعبديا وعبديا وإماميا هذا اتضح أما بالنسبة إلى بقية اللغات بقية اللغات مثلا حذف الياء وإبقاء الكسرة قلب الياء ألفا وإبقاء الألف قلب الياء ألفا وحذف الألف بناء بالنسبة إلى هذه اللغات الأخرى ما هو الوجه ماذا نقول في الندبة نحذف ياء المتكلم ونأتي بالألف فقط هذا الوجه ليس إلا فتقول ماذا وعبدا ولا يجوز وعبديا لابد أن تقول وعبدا وإماما بناء على اللغات الأخرى اللغات الأخرى ما هي اللغات الأخرى حذف الياء وإبقاء الكسرة قلب الياء ألفا وإبقاء الألف قلب الياء ألفا وحذف الألف هذه اللغات الثلاثة الأخرى بناء عليها إذا كنت تريد أن تندب أو تندب المناد المضاف إلى ياء المتكلم تحذف ياء المتكلم وتأتي بالألف وعبدا وإماما نعم هذه الوجوه والأحكام يقول المصنف ماذا وقائل قائل هذا خبر مقدم يمكن أن تصاحبني في شرح البيت هكذا نقرأ الشطر الثاني الشطر الثاني من البيت من في النداء الذي في النداء الياء يعني ياء المتكلم ذا سكون أبدا جاء بياء المتكلم ساكنة أبدا يعني أظهرها جاء بها أثبتها ساكنة من في النداء ياء ذا سكون أبدا ماذا قائل وعبدي وعبدا هذا الشخص هذا الذي يتخذ هذا الوجه في نداء المضاف إلى ياء المتكلم يثبت الياء ساكنة قائل يقول ماذا يقول بوجهين وعبدي وعبدا بإبقاء الياء وإتيان ألف الندب بعدها وعبدي أو بحذف ياء المتكلم والإتيان بالألف وعبدا يقول الشارح أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبدي بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو ياء عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة الحكم هنا جواز الوجهين الحكم هنا جواز الوجهين بالنسبة إلى ماذا الذي يثبت ياء المتكلم ساكنة يقول مثلا إمامي سيدي مولاي مثلا هذه مولاي قد لا يصح هذا المثال لأن ألف وألف الألف والياء التقاء ساكنين فلابد أن يقول مولاي فكلمة مثلا إمامي قائدي نعم أسوتي قدوتي مثلا هكذا وكما يمثل هنا غلامي عبدي مثلا في هذه الحالات قلنا بالنسبة إلى ما إذا أثبتنا الياء ساكنة يجوز الوجهان في الندب وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكسرة هنا على الظاهر المفروض أن يقول ويستغني بالكسرة على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة يعني الوجه الأول من الوجوه الخمسة كعبدي بالكسر يستغني بالكسر أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة عبدا ويحذف الألف ويستغني بالفتحة عبدا أو يقلبها ألفا يقلبها ألفا ويبقيها عبدا هذا في باب الندب ماذا يفعل قيل وعبدا ليس إلا كما قلنا قبل قليل بناء على الوجوه الثلاثة نقول في باب الندب وإماما ولا يجوز أن نقول وإماميا وإذا ندب على لغة من يفتح الياء الذي يفتح الياء ويبقيها فيقول مثلا يا عبديا يا إماميا مثلا هناك هناك لغة هي قلنا هذه لغة فصيحة أن نبقي الياء مفتوحة بناء على هذه اللغة في باب الندب ماذا نقول يقال وعبديا ليس إلا وجه واحد فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبديا وعبدا هذان الوجهان جائزان على لغة من سكن الياء فقط يعني جواز الوجهين على هذه اللغة فقط لا على لغة من يبقي الياء مفتوحة أو تلك اللغات الثلاثة لأن في تلك اللغات الأربع لا يجوز إلا وجه واحد إما أن نقول وعبديا هذا الوجه الواحد فقط أو نقول وعبدا جواز الوجهين فقط بناء على هذه اللغة كما ذكر المصنف يأتي بعد هذا الكلام حول باب الترخيم ترخيم المنادة بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل علىك محمد وآل محمد اللهم صل علىك محمد وآل محمد اللهم صل علىك محمد وآل محمد اللهم صل علىك اللهم صل علىك اللهم صل علىك اللهم صل علىك